القضية مو في أنه إحنا وين القضية أرجع وأقول إحنا في إدارة الاتحاد الوطني مو هم يقولون على نهج مام جلال لا هذا مو نهج مام جلال أنطيق معلومة نعم القائد الكردي المناظل إبراهيم أحمد اللي هو والد السيدة هيرو نعم هذا نهج وكان هو ومام جلال وبوقتها والمرحوم السيد مصطفى البرزاني هم أصحاب الثورة وكذا بعدين صار انشقاق إبراهيم أحمد ومام جلال انشقوا عن الحزب الديمقراطي لأسباب أول أسباب كانوا ما يقبلون بحزب العائلة ما يقبلون بالوراثة مام جلال كان ضد أن يكون الاتحاد حزب يورث أولاده فيما بعده نقطة راس سطر سبب انشقاق كبير في وقته كان هذا مو بس مام جلال إبراهيم أحمد اللي هو جد كاك بافل فذول صار نهج جديد وحزب تكون من أجنحة ومن منابر وصار الاتحاد الوطني كدساني البارحة ابن المرحوم إبراهيم أحمد ابنه الكبير اللي هو كاك هالو إبراهيم أحمد سوى تغريدة ممتعظ جدا بالتغريدة مثل ما أنا ممتعظة يقول ما يحدث الآن لا هو نهج إبراهيم أحمد ولا نهج جلال طالباني ما يحدث في كل مجرد مجموعة مستغلة لمنافع شخصية باسم نهج جلال طالباني وإبراهيم أحمد هذا اللي أنا همينا بداخلي وهذا اللي مشكلة عندي وإلا المشكلة مو آني وين منصبنا وين إحنا عضو قيادة أو مو عضو قيادة الاتحاد عنده 124 عضو قيادة وين هم يعني كردستان وشنو دورهم أنا شا سوي بأسماء كبيرة بس ما تشتغل لإدارة الحزب أنا أشوف الحزب مثل فريق كرة القدم إداع الشخص بالملعب صحيح جمهورة ملايين برشلونة يلعب إحنا هنا بيوتنا دقب برشلونة وريال اللاعبين الأساسيين منه هم اللي يقودون الفريق اللي يقودون اللي يحققون نجاح اللي يحققون أهداف مو يحققون خسارة مثل البارحة ويبيعوها بنجاح أيها مثل أم المعارك العراق مسحول ويقول أم المعارك أم المعارك موضوع موضوع